وافقت منظمة الدفاع المدني في الشمال السوري ست هجمات بطائرات مسيرة طلقت من مناطق سيطرة النظام السوري واستهدفت منطقة سهل الغافر في حماء الشمالي الغربي يوم الأمس الخميس وذكرت المنظمة في تقرير لها أن المدنيين في الشمال غربي سوريا يواجهون تهديدا خطيرا بسبب استخدام الطائرات المسيرة من قبل قوات النظام والقوات الإيرانية والروسية الأمر الذي يهدد حياتهم أعربت السيناتور الأمريكية جين شاهين عن قلق بلادها بشأن ما يحدث في سوريا على المدى الطويل بسبب نفوذ إيران وروسيا معتقدة أن لا أحد يريد العودة إلى السيطرة الكاملة للنظام السوري على البلاد ويستمر لضع الإنسان والمعيش في سوريا بالتدهور في كافة المناطق على اختلاف الجهات المسيطرة وسط استمرار للتصعيد العسكري والفلتان الأمني افتتح الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا معبرا في منطقة الغزاوية جنوب عفرين يفصل بين محافظة إدلب وما حولها من البلدات الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام عن ريف حلب الشبالي وكرشفت صحيفة الشرق الأوسط عن خطة لإعادة هيكلة الجيش الوطني السوري بدعم تركي لمواجهة تمدد مشروع هيئة تحرير الشام في إدلب إلى ريف حلب ومن بين الإجراءات ضبط المعابر الداخلية وإغلاق المعابر غير الرسمية أفادت قناة حلب اليوم بإقدام مجموعة تابعة لشجاع العلي المقرب من النظام السوري على اختطاف ستة أشخاص من ريف حمص أثناء عودتهم من لبنان إلى سوريا لمساعدة أحد المهربين وطلبت فدية 30 ألف دولار مقابل الإفراج عن كل شخص وفي السياق أفادت شبكة الراصد في السويدة أنها وثقت توقيف عدة شبان من المحافظة من قبل الجهات الأمنية أثناء محاولتهم العبور إلى لبنان عن طريق التهريب مؤكدة اختفاء آخرين خلال الأيام الماضية بالطريقة نفسها وكان مركز وصول لحقوق الإنسان قد كشف مؤخراً عن تعاون ثلاثي بين الفرق الرابعة التابعة للنظام السوري وخلايا التهريب والجيش اللبناني لترحيل مئات السوريين عبر معبر غير رسمي بينهم مطلبون للخدمة العسكرية الإلزامية ومعارضون للنظام السوري كشف مصدر عسكري لصحيفة العربي الجديد أن قائد جيش سوريا الحر العقيد فريد محمد القاسم في منطقة الخمسين وخمسين كيلومتر التي تضم قاعدة التنفي العسكرية بريف حمص الشرقي نجا من عملية اغتيال من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية وبيّن المصدر أن الأشخاص الذين أطلقوا النار على القاسم ينحضران من مدينة القريتين بريف حمص الشرقي ولهما صلة من نظام السوري ومتورطان في عمليات تهريب أسلحة ومخدرات من مناطق سيطرة النظام السوري إلى الأردن وأضاف المصدر أن جيش سوريا الحر أحبط منذ بداية العام الجاري ثلاث عمليات تهريب مخدرات بكميات كبيرة مصدرها مناطق النظام السوري البعض منها كان باتجاه الأردن تضم حبوب الكيبتاجون ومادة الحشيج وبعض الأسلحة الفردية بحوزة المهربين أفادت مصادر أعلامية محلية يوم الأمس الخميس بأن جمارك حلب أحبطت شحنة حبوب مخدرة وهي متجهة نحو الشرق السوري موضي حطر أن عدد الحبوب تجاوز 1.4 مليون حبة مخدر وعقد اجتماعه في العاصمة الأردنية عمان خلال الأسبوع الماضي بحضور وزراء داخليات سوريا والعراق والأردن ولبنان لبحث موضوع المخدرات بالمنطقة معلنين عن تأسيس خلية اتصال المشترك بينهم لمتابعة المعلومات وشحنة المخدرات شاهدت محافظة السويداء مظاهرة مركزية اليوم الجمعة ضم توفودا من كافة مناطق وقرى المحافظة تأكيدا على مطالبها بالتغيير السلمي والانتقال السياسي بالبلاد وتطبيق القرار الأممي 2254 وحملت الاحتجاجات بالسويداء طابعا مختلفا في الأيام الأخيرة من خلال الضغط على النقابات والمؤسسات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين كما غير المتظاهرون اسم حديقة الباسل مؤكدين على إزالة جميع معالم النظام من المحافظة تشاهدون مقطعا مصورا من مظاهرة اليوم اشتركوا في القناة